اشتركوا في القناة ننتقل الى الرسم الرسم الرمزي علبة التوصيل رباعية اربعة مخارج او اربعة طرق طاغطين جرس وجرس كهربائي 220 فولت ومصدر للجهد 220 فولت الخط الواصل من مصدر الجهد الى علبة التوصيل الخط الواصل من علبة التوصيل الى الضاغط الايسر الخط الواصل من علبة التوصيل الى الضاغط الايمن الخط الواصل من علبة التوصيل الى الجرس وجميع هذه الخطوط تحمل بداخلها سلكين سيتم التحكم بالجرس الكهربائي صاحب الرمز من خلال الضاغطين صاحبي الرمز من خلال الضاغطين صاحبي الرمز ومصدر للجهد 22 فولت 50 هيرتز يتم توصيل الخط الحار الى علبة التوصيل ويتفرع الى ضاغطين الجرس اليسار واليمين يتم توصيل الجرس الكهربائي ويتفرع مع علبة التوصيل ويتفرع الى الجهتين اليمين وشمال الى كل ضاغط من الضاغط كخطة راجع خط راجع من الضاغط الاول وخط راجع من الضاغط الثاني سيتم توصيل الخط البارد بالجرس الكهربائي سيتم التحكم بالجرس الكهربائي صاحب الرمز من خلال المتحكمين الضاغطين صاحبي الرمز اي كابتل لتر اي كابتل لتر ضاغطين جرس مع يشغلوا جرس اذا هذا الجرس الكهربائي 22 فولت وهنا في عندنا ضاغطين تحكموا في تشغيل اي ضاغط من الضاغط هول بستكفص عليه لازم يشتغل الجرس عندنا هنا مصدر للجهد 22 فولت هاي اطراف المصدر وفي عندنا هاي اطراف حامي وبارد وفي عندنا اسلاح جاي من الضاغط الثاني وفي عندنا كمان هون اسلاح جاي من الجرس في اطراف الضاغط الاول وهي اطراف الضاغط الثاني هون اطراف المصدر مصدر الكهرباء اللي هو حار وبارد حام وبارد وهنا اطراف الجرس سماع شايفي اطراف الجرس الي اذا ثمان اسلاح الموجودات عندناarkan موصلهم بالطريق الصغير أول شي الخط الحار الحاني بنوضع على الضواغط الثاني إذا ضواغط ثاني ضموز نوضع كل ضاغط منه خط بنشبكو مع بعض أول الثاني بدو يشتركو مع الحار اللي هو الخط الأصلي الحاني إذا الحاني بروح على الضغط الأول وعلى الضغط الثاني هاي الوصلة وصلة للخط الحار للضواغط الثاني هاي أول وصلة الآن الخط البارد رح يصل مباشرة للجرس الخط البارد إلى الجرس هاي الخط الأسود اللي يمثل الخط البارد رح نوصله إلى الجرس هاي الوصلة الثاني هاي الوصلة الثاني الآن الراجع الراجع من الضواغط هذا الراجع وهذا الراجع كلا الراجعين الذين لازم وصلوا الكهرباء للجرس اذا الاثنين راح يتصلوا مع الجرس هاي الراجع الاول مع الراجع الثاني مع الخلط اللي من الجرس اذا هاي ثلاثة خطوط بلنا الان نجرب التمرين هاي رفعنا القاطة بلنا نجرب هاي الضغط الأول هاي الضغط الثاني اذا اي واحد من الضغط اثنين ان شاء الله حتى وكرسنا اثنين مع بعض بنفس الوقت اشتركوا في القناة